بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا نزال بكم في الدرس الثاني عشر من سيسر الدروس الهومان اناتومي ونبدأ بالسؤال التالي أنه فيه طبعا يندرج تحت لازلنا طبعا فيه الكروموسوم انامالي and genetic diseases أخذنا طبعا الكروموسومس أنه هناك الأوتوسومس والسكس كروموسومس وعرفنا الميتوزز والميوزز هلاني للسؤال التالي لماذا هو أنه They only has XX chromosome ولمالفل قرر تحت here and half of the sperm have the sperm have Y chromosome لماذا الجمل وايضة أو الاarbeiten عنها XX chromosome لماذا لا يكون عندها Y استفترض أن Jош and X chromosome اتحد مع أي بويضة with an X chromosome إذن الزيغوت إذن الزيغوت لذلك الزيغوت with two XXX six chromosomes is formed هاي تكون عندي الزيغوت with XX six chromosomes طبعا هذي جنتيك فيميل So every cell develops from the zygote is genetically the same as the zygote أي خلية الآن تنشأ من الزيغوت هذي الزيغوت عندنا فيميل أي خلية هتنشأ من هذه الخلية طبعا قلنا هيحصل بعد كده انقسام mitozy اللي هو التكاثر والزيادة في العدد هتصير كلها مطابقة للنسخة الأولى الأم الزيغوت هذه هيكون كلها طبعا XX chromosomes That means every cell in the nucleus of every cell in a woman's body are two XX chromosomes كل الخلية طبعا كل نوا وكل الخلية في الأنثة هتكون XX chromosome So how could she possibly produce an X containing Y chromosome إذن من الطبيعي أو من منطقي لا يمكنها أن تنتج six chromosome خلية جنسية بها Y chromosome أن أصلا كل خلاياها هي XX chromosome لا يوجد أي Y chromosome في خلية جسمها لذلك أي بويضة تنتج من أي أنثى تكون XX chromosome So on other hand if the sperm بالمقابل أيضا if the sperm Y لو قلنا عندنا sperm has Y six chromosome unites with an egg with an X X six chromosome that means have a zygote with XY الآن في المقابل إذا تحت sperm يحتوي على Y six chromosome مع بويضة اللي هكيد هتكون X chromosome هينتج عندي male XY chromosome zygote الزيكوت تحتوي على XY اللي هي المال the nucleus of every single cell in his body has X and Y six chromosome إذن طبيعي كل خلية هتكون تحتوي على XY chromosome لأنه من البداية الزيكوت ابتدت بالXY إذن لهذا سيكون من الطبيعي في خصية دكر يمكنها إنتاج six chromosome with X أو six chromosome with Y sometimes in the formation of eggs or sperms in our reproductive organs mistakes happen leading to abnormal number of chromosomes which is different effect of sex cells in the sperms or in eggs or the ova طبعا هناك أحيانا يحصل خطأ أثناء تكوين الخلايا الجنسية في reproductive organs في العضاء التناسلية هذا الخطأ يؤدي إلى abnormal number of chromosomes عدد غير متناسق أو غير طبيعي من الكروموسوم هذا ما يسمى بال chromosome anomaly وهو نقطة رقم اثنين بعد ما تحدثنا سابقا عن النقطة الأولى كانت six cells and somatic cells الخلايا الجسدية والجنسية الآن نقطة رقم اثنين هنتكلم عن chromosome anomaly اللي هو abnormal number of chromosomes نقطة A result from abnormal sex cells formation طبعا يحدث أثناء الانقسام الميوزي خطأ أثناء تكوين الخلايا الجنسية النقطة B absence of autosome مثل ما قلنا سابقا أنه أنه الكروموسوم هو الكروموسوم من قسم إلى six chromosome كروموسوم جنسي أو كروموسومات جنسية has six characteristics الsix chromosomes تحدد الجنس والصفات الجنسية أما الأوتوسوم تحدد أو لها علاقة بالphysical characteristics للإنسان فالabnormality in chromosome or chromosome anomaly هذه ممكن تكون absence of autosome لا يكون عندي يكون عندي غياب في الأوتوسوم أو نقص في الأوتوسوم للكروموسومات من واحد حتى رقم 20 يكون عندي absence يكون واحد منهم غير موجود أول نقطة C absence of six chromosome يكون عندي absence of six chromosome يكون عندي واحد من six chromosome غير موجود هذه طبعا six chromosome أما الباقية كلها الأوتوسوم absence of six chromosome absence of six chromosome absence of six chromosome في disease اسمه tumor syndrome ما هنتحدث عنه حاليا لكن سوف نتحدث عن Down syndrome اللي هو ينشأ من extra autosome وهي نقطة T أول نقطة T نقطة A أول نقطة T result from abnormal six formation كروموسوم anomaly could be absence غياب of autosome or absence of six chromosome or presence point D presence of extra autosome يكون عندي في الأوتوسوم هذول اللي جوه يكون عندي في الأوتوسوم هذول من واحد حتى 22 يكون عندي كروموسوم زائد إما يكون في رقم 15 مثلا أو رقم 4 أو رقم 10 زيادة في الأوتوسوم طبعا أشهر هذه الأمراض والمراض المشهور في زيادة في الأوتوسوم extra يكون عندي autosome زائد Down syndrome هو مشهور جدا طبعا من عراضه open mouth with protruding tongue الفم يكون مفتوح واللسان مدلي short stucky build قصر القامة أو المنتر retardation العاقة العقلية هناك طبعا مشكلة في الفيجن والرؤية ومشاكل في القلب في Down syndrome Unfortunately there is nothing that could be done in terms of once the baby is born because defect in every single cell of the body طبعا لسوء الحظ لا يمكن عمل أي شيء لأن الدفكت في الكروموسوم numbers موجود في كل خلية أو كل نواة خلية موجودة في ذلك المولود طبعا هل ممكن معرفة الأمراض الجينية أو المشاكل في الكروموسوم للجنين قبل الولادة نعم هناك طرق أن أخذ عينة من الجنين وذلك يكون بطريقتين تسمى الطريقة الأولى Amniocentesis أو Chorionic Velous Sampling طبعا عند الحصول على العينات أعمل ما يسمى بالكريو تايب أو تحليل للكروموسوم لتحليل للكروموسوم ممكن نأخذ أي خلية من أجسامنا عشان نعمل عليها تحليل للكروموسوم لكن هذا على المستوى البالغين والأطفال أما في حالة الأجنة هناك طرق لكن كيف نفعلها للفيتس كيف أعمل أو أخذ عينة للفيتس الفيتس هو الجنين عندنا طريقتين مثل ما قلنا الطريقة الأولى اسمها Amniocentesis تحليل تحليل الزم أم أم نقوم بإدخال حقنا أو ندل أو السيرينج في منطقة منطقة البطن لبطن منطقة الأبداومن البطن للأم ويتم إدخال النيدل إلى الأمنيوتيك ساك تصل إلى الأمنيوتيك ساك الأمنيوتيك ساك طبعا هو غشاء يحيط بالجنين بداخل هذا الغشاء او هناك بالداخل سائل يتم سحب عينة من ذاك السائل يسمى الأمنيوتيك فلويد السائل هذا يحتوي على خلايا تتبع للجنين ثم نقوم بتحليل الكروموسوم لتلك خلايا طبعا عشان نفهم موضوع بشكل اوضح طبعا الجنين يحيط به كيسين there are two sacs surrounding the baby في كيسين الكيس الاول داخلي يعني من جوه البرة inner amniotic sac هذا يحتوي على الامنيوتيك فلويد اللي هنسحب منه العينة تبع الامنيو والساك الثاني outer خارجي اسمه koryonic sac وهذا الساك يحيط بالجنين من الخارج يحيط بال الامنيوتيك ساك من الخارج الطريقة الثانية مثل ما قلنا هناك غشاء اخر اسمه هناك غشاء اخر اسمه koryonic sac koryonic sac عملية عينة او خلايا منه تسمى بالكريونيك koryonic vellus sampling or cvs نقولنو instrument is passed passed up through the vaginal canal and a small snippet of a cell is snipped off or removed from the outer sac surrounding the baby الو koryonic sac مثل ما قلنا هناك koryonic sac koryonic sac طبعا مش واضحة هذا koryonic sac koryonic sac koryonic sac محيط بالجنين من الخارج طبعا يتم في الطريقة الثانية cvs يتم ادخال instrument اداه يتم ادخال اداه خلال ال vaginal canal اللي هو قناة المهبل وتأخذ عينة صغيرة جدا من الكريونيك ساك اللي هو الغشاء الخارجي محيط بالجنين ادا العملية تسمى بcvs او koryonic vella sampling تتميز هذه الطريقة طبعا هي safer than the amniocentesis اكثر امان من الطريقة الاولى الامniocentesis اللي ادخل النيدل او حقنا خلال بطن الام and we can perform at early stage in pregnancy وممكن ننا اعمل الطريقة هذه في المراحل الاولى من الحمل so whether they use amniocentesis method or cvs method they take the cells and they can do various tests various tests including karyotype ممكن ننا طبعا اخذ العينات عن طريق الطريقة الاولى amniocentesis او cvs chronic vella sampling استطيع ان نعمل عليها كثير من التحاليل من ضمنها تحليل karyotype او chromosome analysis عشان الاحظ هل هناك مشاكل جينية على مسؤول الكرموزوم ام لا اذا نلخص ما اخذنا من شوي قلنا انه عشان اخذ عينات دقيق الجنين هناك طريقتين الطريقة الاولى تسمى amniocentesis amniocentesis is where a needle is inserted through the abdomen of the mother and into the amniotic sac surrounding the baby الامniotic sac لو يحيط بالجنين به fluid بالداخل هناك سائل بالداخل الطريقة ان انا اقوم بادخال needle خلال abdomen او بطن الام وسحب عينة من السائل محيط بالجنين والطريقة الثانية كانت الطريقة الثانية كانت الكريونيك villa sampling ان انا ااخذ عينة من الكريونيك ساك او الغشاء المحيط بالجنين من الخارج الانسطرمت او الغشاء المحيط و او الغشاء المحيط التحذير من الخارج من الخارج من الخارج الامن اللي هو الكريونيك ساك طريقة ان انسطرمت انسطرمت او الغشاء المحيط يتم يدخال اداة خلال قناة المهبل للامن يتأخذ عينة صغيرة او سنبت من الكريونيك ساك اللي هو الغشاء الخارجي المحيط بالجنين في الانسطرم عندما نقوم بحل الكريونيك او الكروموسوم في الانسطرم او الثاني اوتوصوم سيكون اكترا اوتوصوم يعني عندما ناخذ العينة من الجنين نقوم بالكريو تايب اللي هو تحليل الكروموسوم لذلك الجنين اذا كان هناك الانسطرم المرض اللي تحدثنا عنه سابقا سيكون عندي فيه رقم الاوتوصوم رقم واحد عشرين سيكون هناك كروموسوم زايد سيكون هناك كروموسوم زايد موجود فيه رقم واحد عشرين من اوتوصوم طبعا هذا يدلنا ذلك طبعا على ان الجنين سيعاني من داون سندروم انيوان كود هاف ان اكسترا نمبر اف كروموسوم اتكد بي نمبر 22 او اكسترا نمبر ان نمبر 14 اتسترا يعني هل ممكن ايضا غير داون سندروم هناك امراض اخرى ممكن يكون بعد تحليل بعد عمل الكريو تايب مش شرط طبعا يكون واحد عشرين فقط يكون فيه كروموسوم زايد ممكن يكون فيه رقم تسعة ممكن رقم اثنين وعشرين ممكن رقم اربع طعش او اي زوج من الكروموسومات أرسط مستوى ممتون من كروموسومات وغير داون وغير داون اجزال داون ممنون وغير داون يجل ترجمة نانسي قنقر